بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين القدام الجداد والناس للتحقوم بهذا القناة سنقول لهم مرحبا بكم وقالب مرحبا في هذا القناة إن شاء الله بحول الله وقوتي إن شاء الله سنحطوا واحد قبول رائع إن شاء الله قبول رائع إن شاء الله بحول الله وقوتي كما تتشوفوا في الصورة واجبت لكم الصورة لأم الناس اللي زوينا في بزافة الوصفات سنحطوها في جميع الوصفات لأنها رائعة هنعطيكم قبولات وغنعطيكم لجلب الرزق باش أنكم تستفدوا منها في القبول والرزق لولدهزها ولمنتهزها على حسب كل حاجة بطريقتها ستجي مزيانة وغد جي غاية وغد جي ملحة إن شاء الله بحول الله ستخرجوا عند أقرب عطار أقرب عطار غد تأخذوا واحد الكمية في هذا الشهر الرجل غد تأخذوها تقدروا تديروها في شعبان تقدروا تديروها في رمضان غال حاجة طيبة والحاجة اللي تجيب الملائكة جيدة ولكن هي بإذن الله رائعة وأكثر من رائعة غد يمشي عند عطار يكون قبلي عطار يكون قبلي لأن هذه الوصفات اللي غدت يكون وصفات شعبية هما الناس بكري كانوا تعتمدوا على الحاجة اللي فيها الرواج ويكون فيها يكون فيها بيع شراء إن شاء الله بحول الله وقواتين ناخد وحد عشر دراهم دي الأم الناس أم الناس اللي رائعة في أي حاجة حطيتها فعلا هي رائعة ناخد هذه عشر دراهم رأيك يعطيك واحد الكمية لا بأس بها البنت اللي غدين هضروا على القبول اللي البنت اللي بغى تكون مقبولة في مخرجات تكون مقبولة البنت اللي أنها عندها قلة الحظ ومعنداش قبول لا في العمل لا مع المدير ديالها لا مع خطيبها لا مع إلى تكلمات التي تكون مقبولة غادي ناخد واحد القطعة قطعة معتدلة وغادي نحطها في واحد زيف أخضر بعد ما أنا ندوزها على الجسد ديالي غادي تدوزي على الجسد ديالك تبدأي باليمين ديالك وغادي إن شاء الله تبقى يتقرأي أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي يا ظهري مع جميع الناس أم الناس يلحنين على كل ناس جيبي يا ظهري مع جميع الناس أولاد آدم أو أولاد حوة أو أم الناس أنا شريت ظهري مع كل الناس غادي تقولوا أي حاجة قراءة اللي غادي إن شاء الله تعطيكم محطاقة إيجابية الناس يقولوا لكم أم الناس وأنا شريت ظهري مع كل الناس بزيال سياق تتقرأيهم على حسب أم الناس تدرب تدرب دربات جبهة ديالك وغادي تدوزي على اليمين ديالك وعلى اليسر ديالك وغادي إن شاء الله تقرأي هذه القراءة أم الناس يم الناس أم الناس يلحلين على كل ناس تجيبي يا ظهري مع جميع الناس إذن وغادي تخليها تحت الرأس ديالك هذه الليلة كاملة ومبعد إن شاء الله بحول الله وقوته تزيا معاك في حمالة الصدر وغادي يكون عندك قبول بإذن الله لأنها رائعة في القبول الناس اللي بغين أنهم يكون عندهم طاقة جدب المال الناس اللي عندهم الطاقة في البيت قليلة تياخدوها الناس تشريوها مع الخزامة تتحني الخزامة وتتحني من الناس تتحنيهم هي أنك تتدقهم وتتقرأ لهم صورة الواقعة تتقرأ صورة الواقعة بإذن الله تكون الرزق تتقرأ صورة الواقعة تصرحها بعد مطحنتها تتحنها مع أم الناس تيخلطوها الناس تيخلطوها الناس لا بغت تديرها كويرات تديرها كويرات تتخلطها بماء الزهر أم الناس مع أم الناس مع الخزامة مع الماء الزهر وتتكورهم تديرهم كويرات وتتوزعهم على البيت كامل تتوزعهم على أساس أنك بغى تجلبي طاقة المال لأنها رائعة وأكثر من رائعة الناس اللي بغين يبخروا بها الوقت اللي بغيوا يبخروا تيبخروا ما بين العصر والمغرب ولكن تقرأوا عليها صورة القاف وصورة الواقعة وصورة المزمل وغالي يدروها في واحد البواطة أو قنينة زجاج ويخلوها إحدى المتبخ كل عصر الأم تدير واحد المقلات وتبقى تبخر العتبة وتبخر الزوية البيت لأنها مع الخزامة ريحة طيبة وريحة زوينة وفي نص الوقت تتحيي الطاقة النحس اللي تتكون دير قلة المال وتتجلب البركة بإذن الله الرزق بيد الله وكل شيء بيد الله إلا تنذيرو الأسباب فقط الناس اللي عندهم تابعة الناس اللي عندهم تابعة في الزواج وما عندهمش قبول وما عندهمش في المال غادي إن شاء الله ناخدو أمو الناس وغادي نوضعو معها الحرمل نضيفو لها الحرمل وقطعة مسك مبشورة قطعة المسك وغادي ان شاء الله امو الناس مع الحرمل مع قطعة مسك مبشورة وغادي ان شاء الله نصرحها في قطعة من الملابس ديالي وغادي نوضعها تحت الرأس ديالي مدة ثلاث أيام كل ليلة غادي نقرع لها صورة الواقعة وصورة الصافات صورة الواقعة تجلب الرزق تجلب الزواج بإذن الله صورة الصافات تطرد التابعة اللي عندك مانعك عن الزواج عن العمل عن أي حاجة زوينة خاصة دخل اللي عندك تتمنعها التابعة التابعة هي اللي تتسبب توقيف الحال اللي منعاتك التابعة من أي حاجة ما تديري حتى حاجة ما غادي تخدمي ما غادي تزوجي ما غادي تديري حتى حاجة إذن نأخذ هذه الوصفة بنية طرد التابعة وغادي إن شاء الله بحول الله وقواته غادي نوضع هاد هاد البخور غادي نبقى نتبخر به ما بين الظهر والعصر الناس اللي ما عندهم مش وقت يحاولوا أنهم يتبخروا به مع الصبح أو مع يلا يؤدل الفجر ندير مقلات ونصلي الفجر ونتبخر الناس اللي ما عندهمش وقت باش يتبخروا مع العصر لأنه هو الحرمل ومو الناس عندهم وقت العصر ما بين العصر والمورب والدهر اللي بغا يتبخر مع الدهر جيد أما الولد اللي ما عندوش قبول في العمل وتيكون ديما منحوس وما عندوش لبركة لرزق ما تي مقبولش في العمل غادي لأم ديالو تعطيه واحد القطعة يدوزع الجسد ديالو وغادي إن شاء الله بحول الله تقرع لها قراءة لولا وغادي اهزها معاه تدير ليه قطعة صغيرة في بابي أليمنيوم معها قليل من الحرمل وقليل من الملحة وتعطيها ليهزها في جيب ليمن جيبوا ليمن لأنه خاصوا يهزها معاه باش يكون بإذن الله مقبول لأنه هي رائعة في القبول جربوها الناس وعطاهتهم طاقة إيجابية البنت اللي عندها مشاكل مع جميع الناس ما عندهاش المحبة بينها وبين الناس تبخر بها بوحدها تبخر بها بوحدها البنت اللي ديما عندها مشاكل وعندها القرين يسبب لها مشاكل غد تقرع لها صورة القاف وغادي إن شاء الله تاخد وحد الكمية اللي غادي تبخر بها مدة أسبوع مع الصبح ولا الظهر ولا العصر ضروري هاد الأوقات العصر هو آخر توقيت للتبخير الناس اللي ما عنده مش وقت يتبخروا في الوقت اللي يكونوا جالسين فيه لأن الوقت ما بين العصر والظهر هذا هو وقت التبخير ديالها إذن الوصفات اللي احطت لكم رائعين وأكثر من رائعين حاولوا غير تديروهم بيقين حاولوا أنكم تاخدوا الوصفات وتكتبوهم في ورقة وفي ورقة وحتفظوا وحتفظوا لهم واجبدوهم في أي وقت بغيتوا لأنكم ستستفدوا منهم إن شاء الله لأن هذه الوصفات اللي احطت لكم هما مجموعة وصفات اللي احطيت القناة كان الناس اللي ما تلقاوش الوصفات أنا احطيتهم لكم مجموعة إذن حبابي خليت لكم راحة والسكينة خليوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا حول الله وقوتي لايك هو اللي تدعم الفيديو حاولوا أنكم تدعموا الفيديو ولو غير باللايك والسلام عليكم ورحمة الله